السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا تقانيين يا رب تكونوا بالف خير وسعادة هنتكلم النهاردة عن تجربة الشخصية في ربح اكتر من 155 دولار بالاسبات للمبتدئين بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام فكرة والفكرة دي بازن الله لو طباجة صح هتفتح عليك فنجم دهب لان الطريقة سهلة جدا جدا لاي حد سواء كنت لسه بادئ على الانترنت او عندك خبرة سنين طويلة في المجال ده هنستخدم فيها الافليات وجوجل ادسنس وكمان هنجد الزيارات من مصادر البحث المختلفة زي جوجل بنج او ياهو مش هياخد معانا مجهود كتير ولكن ممكن ياخد معانا شوية وقت والنتيجة باذن الله هتبقى محترمة جدا جدا هوريك الاسبات في سياق الفيديو وهديك الادوات كمان بشكل مجاني بس اكمل معايا الفيديو للنهاية وما تبخلش ان انت تعمل لايك للفيديو ده بعد ازنك طبعا وتوصلوا الفيديو لخمسمائة لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجلس تابعوني بعد الفاصل هرجع لكم مرة ثانية اهلا بيكم مرة ثانية ومن غير ما اطول عليكم انا هخش على طول في صلب موضوع النهاردة اللي هتكلم فيه عن ازاي تقدر تربح من الافلييت وجوجل ادسنس عن طريق انشاء مدونة مختصة بنيتش معينة علشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو ده عبارة عن تجربة شخصية باستخدام الموضوع اللي انا هشرحولك النهاردة من البداية للنهاية علشان كده لو انت حابف فعلا تكمل وتعرف ايه هو الموضوع ده وهل هو فعلا هينفع معاك ولا لا وقلم وتطلبات بتاعته يبقى ما تبخلش علينا باللايك والشير والكومنت بعد ازمك طبعا لو تكرمت وعمل اشتراك في القناة اذا ما اشتركتش وكمل معايا الفيديو للنهاية احنا هنشتغل على فكرة معينة الفكرة دي سهلة وبسيطة جدا جدا مش بتتطلب مننا محتوى يعني اللي احنا هنعمله النهاردة اننا هنفتح موقع هيتكلم عن حاجة معينة الحاجة دي مش محتاجة مننا اي محتوى ولكن محتاجة تشغيل دماغ ولعب على الكلمات المفتاحية بطريقة بسيطة وسهلة بالاضافة الى انك كل ما تطور في الموقع بتاعك كل ما يكون فرصتك اكبر ان انت تظهر في محركات البحث بالاضافة الى برضو انك هتاخد وقت في البداية علشان تبدأ ان انت تظهر في محركات البحث وتقدر ان انت تجيب ناس تشتري او بمعنى اصحة تعمل اا باي او سيل او تديك الكوميشن الخاص بيك في اي موقع من المواقع اللي انا هشرح لك النهاردة تمام فيديو النهاردة ينفع للمبتدئين للمحترفين اللي عنده رسمال وكمان اللي ما عندهوش علشان كده نخش بقه في صلب الموضوع على طول احنا هنعمل موقع خاص بي الجرافيك ديزاين وبملحكات الجرافيك ديزاين زي مسلا اا البي اس ديس الخاصة بيه مسلا لوجو او كافر او حاجة معينة فيديوهات حاجات تانية كتيرة جدا 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 خاصة بالزبط زي موقع والقسم الخاص بي الموكب او الزي التيملتز والايكون واليواي اا وحاجات تانية كتيرة موجودة جوه الموقع ده بعيدا خالص عن موضوع في حاجات تانية بعيدة عن موضوع تمام ده موضوع بيقول لك بيقول لك انا يعني ده كامل في اكتر من الفين ملف مجاني خاص بالموكب يعني اللي هو ازاي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده بيبقى حاجة كده بتقدر ان انت تعرض عليها المنتج بتاعك طبعا ده مش موضوعنا وتكلمت قبل كده عن موضوع ازاي برضو تستفاد من موضوع الموكب ده هتلاقي الفيديو موجود تحت في اللي هو خمسين دولار باستخدام الهاتف بتاعك والفيديو محترم وانا بضملك بازني الى انك هتعمل منه وابعات محترمة لو رجعت وشفته وطبقت الكلام بالحرف الواحد وزودت من عندك كمان شوية اضافات تانية تمام? هنعمل موقع بيتكلم عن الحاجات دي اللي هو مسلا تحميل الموكبس او اه يعني بي اس دي خاص بيه اه لوجوهات معينة او كفرات معينة او حاجات معينة خاصة بالجرافج لزان هتلاقيها في الموقع الخاص بالافيليات اللي انت هتشتغل عليه واللي انا برضو شرحته في الفيديو اللي فات طيب هنشتغل ازاي محمد وهنشتغل على ايه ومطلوب مننا ايه بالزبط علشان نقدر اننا نكسب من الموضوع ده اول حاجة المطلوبة منك هي مدونة لو كانت المدونة دي مجانية على مش صعبة ومش مستحيل ان انت تظهر بيها لا ده انت هتظهر عادي مفيش فيها اي مشكلة ولكن لها عوامل معينة برضو هبقى سردها عليكم بعد كده تمام علشان تنشئ مدونة بقالب محترم وكويس ويفيدك في المجال ده بالاخص ارجع شوف الفيديو اللي بتكلم فيه عن كنفية انشاء مدونة هسيب لك الفيديو تحت فيه طيب لو انت عايز ده تتطور اكتر وتصرف على نفسك وعلى الموقع بتاعك اكتر يبقى ارجع برضو شوف الفيديو اللي بيتكلم عن انشاء موقع الكتروني لانك هتشتغل على ليه لانه بيساعد كتير جدا جدا الادوات بتاعته بتساعدك بنسبة كبيرة في موضوع الرابط والافليات والتتبع والكلام ده كله بيفيد اكتر على عن لان البلوجر صعب شوية كل حاجة فيه بداية هتعملها بايدك ولكن عادي يعني لو انت بعتش رسمال ممكن تشتغل على مفيش اي مشكلة ومفيش فيها اي صعوبة طيب عرفنا دلوقت يا محمد ان انا هنعمل موقع يا اما على يا اما على طيب هنجيب بقى الملفات اللي احنا هنشرحها او اللي احنا هنعمل عليها ارض منين وازاي ننزل المحتوى بتاعنا وان اللي يضملي ان الكلام بتاعك صح مش اي كلام وخلاص كل ده بازن الله بقى هتشرحولك دولات دي خليني يا سيدي هحلل لك المقالة دي بس المقالة اللي انت شايفها قدامك دي بس طبعا الموقع بيقول خمسة مليون زيارة وانا طبعا مش بسدق اي حد خلاص او مش بسدق المواقع دي خلاص ليه لانه اه يعني فيه اداء معينة اداء معينة موجودة في بتقدر انت تزود منها المشاهدات بتاعت المقالة النفسة اللي هتظهر لك هنا عشرة مليون عشرين مليون براحتك عادي يعني ولكن انا هحلل معاكم وهوريكم الاسعار الخاصة بااا الكلمات المفتاحية دي في جوجل ادسنس لو انت تشتغل طبعا جوجل ادسنس بالاضافة الى كام نسبة بحث او كام زائر بيخشه للمقالة دي بس في الشهر ويعني معدل اللي ممكن يكون منهم قد ايه هاخد كده الرابط نفسه اخش على موقع اللي هشرحه لكم بازن الله في حلقة تحليل نيتش هلاقي ان الموقع ده بيخش له اربع تلاف زائر شهريا تقريبا اربع تلاف زائر شهريا من محركات البحث فقط يعني الزوار دولة بيدخلوا من محركات البحث فقط من جوجل بس ممكن طبعا اه تشوف ياهو تشوف غيره بنج الموقع ده مشهور برا اجنبي فبالتأكيد انه بيخش له زوار اجانب مش زوار عرب فاكيد طبعا محدش منهم يعني الاغلابية العظمى بيستخدميش جوجل بس بيستخدمه بنج وبيستخدمه ياهو فاكيد الاربعة دولة ممكن يكونوا نسبة خمسة وعشرين الى تلاتين في المية من عدد الزوار اللي بيخش فعلا للمقالة دي بينافس على ديه محمد بينافس على اربع تلاف وخمسمائة كلمة مفتاحية باستخدام المقالة دي لوحدها القيمة السوقية للزوار اللي عنده الف وماتين دولار طبعا زي ما امتلك مش محتاجينه مش بناخد به خشت كده على الكلمات المفتاحية اللي هو بينافس فيها تمام زي ما تشافين عنده اكتر من كلمة مفتاحية او اكتر من مية كلمة مفتاحية بينافس بيها في دول متعددة زي انديا اندونيجيا برازيل فرانش سبين وكمان مصر عندنا هنا عشان برضو دول عربية عندنا تركيا وباكستان بانجلاديش دول تانية كترة جدا جدا زي ما تشافين بينافس عليها بينافس ان هو يظهر في الكلمات دي وبيجيب منها زوار وكل دولة بتختلف عن التانية في موضوع الكلمات المفتاحية والاهم انه بيخش له زوار او بينافس علي كلمات مفتاحية موجودة في دول متعددة تمام الكلمات دي ممكن تكون سهلة ممكن تكون صعبة عليها يعني سي بي سي زي اربعة دولار واحد فاصل سبعين تلاتة دولار اتنين ونص دولار في بقية خمسة وعشرين دولار لو عملت كده لسي بي سي للأب هتلاقي ان خمسة وعشرين دولار تمنتاشر دولار اربعتاشر اتناشر الى اخره من المواضيع او الكلمات التانية الفوليوم يعني نسبة البحث او نسبة الطلب الشهرية هتلاقيها تبدأ من تلات تلاف وتنزل في كلمات مشتاقة في كلمات بتظهر في الهند ما بتظهرش في امريكا عشان كده بقول لك المجال ده شوية متلعبك لازم ان تبقى فاهم ازاي تحلل صح عشان تقدر ان انت تعرف هل المجال ده كويس ولا لا بالاضافة الى انا حللته قابل منك يعني وعرفت ان المجال ده كويس مش بيتطلب منك اي مجهود وشغل ومحترم جدا كل اللي انت هتعمله انك طبعا ناسيب لك كلمات مفتحية اه سهلة المنافسة ان شاء الله تحت فيه الديسكريبشن هتنزل بتاحت هتلاقي رابط صفحة اه ريان اكاديمي هتخش عليها هتبعت لي رسالة مكتوب فيها موكب واحد موكب واحد هسيب لك طبعا الكلمة نفسها تحت فيه الديسكريبشن عشان الناس هتطلقبط هيبدأ البوت الخاص بي الصفحة نفسية يبعت لك رابط التحميل ضير بتاع طول تمام هتحمل الملف وتشتغل عليه احنا هنفتح موقع اجنبي مش موقع عربي هنفتح موقع اجنبي مش موقع عربي زي الموقع ده بالاخص او موقع ده بالزبط باي قالب زي ما قلت لك ارجع للفيديوات اللي فايدة هتلاقي قوالب محترم اناشرحها تمام هنسجل في شركة او بمعنى اصلاح هنسجل في موقع اسمه فيه طبعا تبع فيه حاجة اسمها هنشرحها ان شاء الله في الامن اللي جاية وفيه حاجة كمان تانية اسمها دوت كوم او على معتقد المهم يعني لو دخلنا كده اللي هي تمام انا ياسف طبعا تتخبطت في اسمها دي برضو موقع شرحت قبل كده عندي في القناة الفيديو اللي فات اللي هو خمسين دولار واستغل وازاي تكسب بموضوع الملفات دي وانك تشتغل في الخدمات المصغرة ممكن ترجع تشوفه عن طريق الينك ده موجود تحت في هتيجي تسجل اسمك الينك ده موجود تحت في على طول هتسجل في الخانة الخاصة بيه الخاصة بالموقع نفسه اللي هو الموقع ده تمام هنا هتكتب الاسم الاول هنا هتكتب الاسم التاني هنا تكتب الايميل هنا هتكتب وهتعمل لازم ان يكون عندك موقع هتحط الموقع بتاعك هنا لو عندك قناة على اليوتيوب تحط رابط القناة بتاعتك هنا تختارك وتدوس على وتستنى تقريبا اربعة وعشرين ساعة على ما يراجعوا آآ طبعا يعني الطلب بتاعك وهيتقبل بازن الله او ما تقبلش لو ما تقبلش هتقدر التواصل معاهم آآ تكلمهم في خلال اربعة وعشرين ساعة هتكلمهم على الايميل اللي هحاول يصيبوها برضو تحت في تقول لهم يعني ان انت مجدم من اربعة وعشرين ساعة ومحدش رد علي وحاول ان انت ما تجدمش في يوم الحد واو السابت والحد ناسر لانهم اجازة عندهم يعني ابدأ سجل من يوم الاتنين او من نص الاسبوع خلاص بعد ما انت تجبل بازن الله هتلاقي بنارات جوه هتاخدها هتلاقي رابط اه هتاخده كل الكلام ده سهل جدا مفيش في اي صعوبة هتعمل ايها معلم هم او الموقع ده والاخص شغال على موقع تاني اسمه هشرحول لك الفيديو اللي جاي او الفيديو اللي بعديه وانت هتبدأ تشتغل بنفس الطريقة تمام بيديك على كل ملف رابط خاص به ولكن الموقع ده بيديك يعني على كل كده رابط معين كل الحاجات ده رابط معين فانت هتستغل الموضوع ده لصالح نفسك بمعنى انت هتشتغل في الموكب سبعا في موكب كتير جدا جدا هنا هتبدأ انت تحمل دي لو انت اشتريت عضوية جوه الموقع تمام هتبدأ تحمل الموكب دي وتبدأ تصورها وترفعها لو مش هتعمل كده فاخد كده من الموكب نفسه خشه جوه واخد من الموكب نفسه وابدأ اعمل زي ما الموقع ده بيعمل. تمام? عمل لك زلت التحت شوية. هتلاقيه هو ايوة كاتب لك هنا بتاع يعني تلات اربع براجرافات. ممكن تخلى حد يكتب هوم لك بيفهم انجليزي. ممكن تكتب بالعربي والترجم وتضيف جواهم الكلمات المفتاحية اللي موجودة هنا. تمام? اللي لها علاقة بيهم طبعا. وتبدأ بعد كده تشتغل بالطريقة دي. هو بيعمل ايه? بيبدأ يجيب لك اسم دي كلمة مفتاحية خليت بالك. بيعرف الناس برضو ان الموضوع ده مدفوع مش مجاني. لو دست طبعا هو كاتب لو جينا كده لجينا وفي العنوان مكتوب ولكن هل هو لا مش فري لو دست كده على كلمة هيدخلني على عشان اشتري الموقع ده. عشان ايه? اشتري الموقع ده. نفس النزام هنا ده ممكن يكون مجاني فيها حاجات مجانية فيها حاجات مدفوعة. فيها حاجات ايه مجانية وفيه حاجات مدفوعة. طبعا انت عشان تشتغل في الموقع بتاعك مش هيبقى من اوله الاخره مدفوعة. بمعنى صح مش يبقى من اوله الاخره اه افلييت. لا انت هتنزل حاجات مجانية زي اللي موجودة دي. هتبدأ انت تشتغل عليها برضو. هو ما بيحملش ويرفع. هو بيجيب صورة. تمام? ويسيب لك الاسم فوج ويحط لك رابط الدولوت بتاع الملف نفسه من موقع الرسم. بس ده اللي بيعمله. ده اللي انت هتعمله برضو. لو هتكتب فانت هتكتب في اول المقالة. خلاص? في اول المقالة هنا كده. هتكتب الكام كلمة اللي موجودين زي دولة بالزبط كده ايه تسرغتهم? وتبدأ تشتغل عليهم. تمام? الموضوع هنا مش بيتطلب كتابة محتوى على جد ما بيتطلب يعني الزائر دخل عندك هل استفاد منك? يعني دخل من عندك على صفحة تانية وجعت في الصفحة التانية شوية? ولا دخل عندك وجفل على طول? فحاور ان انت تدي الحاجة اللي بيدور عليها. زي ما نشاهدين طبعا هو مش غبي عشان يحط لك كل حاجة مدفوعة. لا هو بيحط لك في وسطيها كده وفي اولها وفي اخرها حاجات مدفوعة خاصة بيه الافيليات. عشان يخش يشتريها. تمام? دخل اشترى هو خير وبركة. ما دخلتش اشترى فيه اعلانات جوجل هتبقى موجودة عندنا من قبل ما نبدأ الموقع. يعني هنجيب الدومين ونخلى حد يجبل هلنا في جوجل ادسنس ونبدأ نشتغل به. تمام? يعني دخل اشترى بالافيليات خير وبركة ما دخلتش فهو كسبنا في ادسنس. انا اشتغلت بنفس الفكرة دي وهوريكم الاسبات او ارته لكم في اول الفيديو. اه مية سبعة وخمسين دولار تقريبا لو اشتركت في اه موضوع ده النسبة بتاعته خمسين في المائة. وسعر الاشتراك الشهري لو دوسنا كده على هتلاقيها اه اربعتاشر فاصل خمسة وتسعين. فانت هتاخد نص الاربعتاشر فاصل خمسة وتسعين لو حد اشترك في العضوية الشهرية. هتاخد نص التسعة تسعين دولار لو حد اشترك فيه النسخة السنوية. فايا كان من الموكبس ولا البيزين ولا الفيديو ولا حتى. تمام? فدي الفكرة لو انت اشتركت فيه موضوع اه اللي انا بازن الله حاول اشرحولك في الفيديو اللي جاية هيبقى طبعا الموضوع نفسه او بمعنى صحة التنبلت اللي انت تشتغل عليه. ويبقى عندك اكتر من تنبلت اتنين. لو بصنا هنا ده كده افليت. ده كده لينك افليت. نزلنا التحت ده كده افليت. وده كمان افليت. لو طلعنا لفوق خالص فاول المقالة كده. ده كده برضو افليت. تمام? الموضوع سهل وبسيط. طبعا انت داخل عشان تحمل موكبس. تمام? فاول فيديو او اول صورة هتلاقيها قدامك اول حاجة اصلا عنيك هتبص عليها هي الصورة دي. بتلاقي هنا ايفون اكس موكب مش عارف اربن بوستر موكب. ستاشنيري براندنج موكب. وتحت منها اكتر من تسعمائة الف ديزاين. خلاص. وكلمة دولود ناو. فالطبيعي ان انت هتدوس على كلمة دولود ناو. فهو طبعا بيستغل الفكرة ده وبيشتغل عليها. الموضوع سهل من الصعب خاصة شباب. اي حد ممكن يشتغل عليه. ولكن هياخد معك وقت. مش اجل من تلت شهور عشان تقدر ان انت تشتغل على الطريقة دي بطريقة صحيحة. كسبت من وكسبت كمان من الافليات. عشان برضو اقدر ان انا اديك امل كبير يعني لو انت مكسبتش من الافليات على المدى الجريب. هتكسب من على المدى البعيد. خلي بالك هو حاطة اعلان واحد بس. الاعلان ده بيبقى مستهدف بطريقة انت متتخيلهاش. تمام? يعني بيظهر فيها اعلان يعني شركة واحدة او شركات تمام? بتعمل مزايدة ان هي تظهر في المكان ده. يعني هو يعني واحدة اعلانية واحدة بس جوه الموقع كله بتجيب له سعر النقرة بيعدى لعشر او لعشرين دولار كمان. ما يعني ما تتخيلش الموضوع سهل لجد ايه. تمام? دخلت كده على الموكبس لو انت عايز تدار برضو على يعني افكار تانية زي ما انت شايف. طيب هل هو بيشتغل بس? لا ده بيشتغل حاجات تانية كتيرة. زي وورد بريس سيم وورد بريس اكواد وسي ام اس زي بلوجر درابل طبعا يعني البلوجر ده بيظهر لك فيها خوالب خاصة ببلوجر والكلام ده في حاجات مجانية وفي حاجات مدفوعة. بازن الله نبقى نشرح الحاجات دي في القامل اللي جاية. وهشرح لكم ازاي تنشؤوا موقع زي ده من البداية للنهاية في الكورس الخاص به ازاي تربح من انشاء موقع الالكتروني اللي نزلنا فيه اربع فيديوهات لحد دلوقتي. وكان معكم محمد الرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة